بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام حبايب قلبي زي ما احنا متعودين مع بعض قبل ما نبدأ الحلقة اذكر الله صلوا على الحبيب المصطفى علشان كلنا نكسب سواب سوا حبايب قلبي اللي ما وصلوش اشعار بالحلقة اول ما الحلقة تنزل يلغي الاشتراك ويرجع يشترك من اول وجديد ويفعل زر الجرس لان في مشكلة في اليوتيوب وحبايب قلبي اللي عاوزين اسماء الابطال من اختيارهم هم اول ما الحلقة تنزل يدخل على الحلقة ويعمل لايك ويشترك في القناة لو مش مشترك ويكتب اول تعليق انا بختار اول تعليق وتاني تعليق ويلا بينا نبدأ قصتنا كان في بيت جميل بجنينة وطلها البحر وقفة سيدة بتجهز العاشة على طول الأمر وقفة قدامها بنتها الصغيرة اللي عندها خمس سنين وبتقول لها مام هو انت ليه على طول في الأجازة بتعملي عاشها البابا وبتتعشل وحده وبتخلينا تعشل وحده مش معنا لايقل بمام النهاردة الخميس وبابا متعود يتأخر في شغله علشان ياخد الجمعة ويستبت أجازة علشان يقضيهم معاك ومعنا في البيت لاني بابا الأول كان بييجي بدري بس ما كانش بقضي أجازة هنا فانا مساكت فيه وجل لازما يقضي الأجازة معاك ومعاي ويقعد يومين علشان كده بتأخر فانا بخليك تتعشل وتنامي علشان تصحي الصبح بدري تصحي بابا وتلعب معاه ولا انت مش عايزة تلعب مع بابا ده طبعا انا عايزة ألعب مع بابا وبحب بابا جدا علشان كده انا هعمل كل اللي انت بتقولي عليه خلاص اطلع على قطك يلا نيمة قبل ما بابا ييجي علشان اقوله ان انت نيمة علشان تستني بدري والصبح بدري كلنا نفطر مع بعض في الجنينة ونعمل عاشة حلوة زي ده وكمان نقضي وقت جميل قوي النهاردة وبكرة يلا يا قلبي قدر يا ماما هطلع بسرعة علشان بابا الصبح يلعب معاي تسباها على خير يا مام وفعلا البنت طلعت وهنا ظهر الاب اللي كان بستنى الام تخلص كلامها مع بنتها وقال لها طبعا لو كنت فكرت أظهر وانت بتكلمي لم يقب بنتنا كان زمانك دلوقتي بوص الليلة ونمتي لان حضرتك طبعا مجاهزيها وبتنومي البنت بدري علشان تحضري معايا انا الليلة دي صح طبعا ده انا كنت خليتي الليلة دي مش تحدي وكنت خليتك تنام في الصلاة انت عارف ان الليلة دي من حق انا كفاية اللي حصل زمان ناسي عمري منصر وعمري في حياتي كلها ما هنصر وعمري ما هسيبك زعلانة والليلة دي بتاعتي كنتي وبس مين ما يقوم بابقى عايزة خلص الشغل واجي بدري بس بابقى عارف ان جيت بدري لم يقع تبقى صاح وهتبوص بلتك علشان كده الليلة دي ليه كنتي وبس بحبك قوي وهنا السناء الجميل اللي حصل ما بينهم مشاكل هقضوا الليلة وهم برقوسوا صوابوا هزروا وهم بيفتكروا كل اللي حصل معاهم زمان او الاتنين يفتكروا من ست سنين لما كانوا عايشين هما الاتنين في شقة لسه بسيطة في القاهرة قبل ما ينقلوا في الفيلا وكانت في يوم مستنية رتاج يوسف وبتقوله بقولك ايه يوسف بعد اسبوع كده فرح ند يا صاحبتي يوسف قطع رتاج بحدة وجفاف كبير قوي وقال لها عايزة فلوس قدي علشان تجيبي كل طلباتي بس انا مش عايزة فلوس انا جبت كل اللي نقص انا كنت عايزة تيجي تحضر معايا الفرح ارد عليها بكلام صدمها وقال لها جبت كل حاجة ازاي انا مش فاكر ان انا ديتك فلوس علشان تجيبي اي حاجة ولا فاكر ان انت قلتلي ان انت هتخرج تجيبي اي حاجة وهنا الكلمة ترتاج مع يوسف بغضب وقالت له ده اللي اهمك في الموضوع جبت فلوس منين وخرجت امتى انا مش قلتلك لا يا استاذ يوسف انا قلتلك بس كل مرة كنت بكلمك كنت بتعمل نفسك سمعني وتهزي راسك وانت مش معايا اخالص اما جبت فلوس منين فانا محوشاه محوشاه منين من المصروف اللي بتدهولك في البيت يعني ردت عليه بكل صدم كل اللي اهمه جابت فلوس منين وقالت له لا من المصروف اللي بابا كان بالدهولي ايام ما كنت عنه كنت محوشاه منه وصرفته تعصب جامد منه وقال لها بغضب هو انا حرمتك من حاجة يا هانم علشان تمدي ايدك للفلوس اللي باباك كان بالدهالك هو انا حرمتك من حاجة ولا ببخل عليك بحاجة هايوة حرمي وبخيل واقولك على حاجة انت الكلام مش معك اصلا بيجي بفايدة انا دخل عطي وقام الحسابك انك مش هتنام فيه ثابت ودخل هاي اما اول ما دخلت اتكلم بصدمة وقال بخيل ومأصر انا عمري بكنت بخيل معاه ولا مأصر في حاجة ده انا بشتغل ليل ونهارة علشان اجيب لها كل طلبات وفي الاخر تقول لي كده لا انا مش حاسق انا لازم اروح اتكلم معاه وقام يوسف وهو متعصر ورا رتاج اللي كاية حزينة قبل ما تدخلوا لقوضة وقال لها انا بخيل انا حرمك من حاجة انا كل حاجة عايز اجيبهالك عايزك تعملي كل اللي نفسك فيه باشتغل شغلانة واثنين وثلاثة علشان حقالك نفس المستوى اللي كنت عايشة في بيت اهلك عمري ما أصرتي معاك وفي الاخر تقول لي انه لا مأصر وبخيل ايوة بخيل انت فاكر ان الواحد لما يكون بخيل بس اللي بيصرف لا انا ما كنتش عايزة فلوسك انا كنت في بيت اهلي باخد مصروفي وبصرف وباكل وبشرب وبخرج وبتفسح وبشوف صحابي انا اتجاوزك علشان محتاجة راجل في حياتي راجل يحس بي راجل يكون سند راجل يكون امان راجل يكون انا وهو سرنا واحد راجل اللي يجعني اوجعه مش راجل مش تايه عني اخرج وقت ما اخرج واجي وقت ما جي راجل بيرميلي فلوس وخلاص هو حد اقالك انا محتاجة فلوس انا عايزة جوزي معاي جوزي اللي بيرجع من شغله علشان ياكل وينام لا يخدامة ببلاش ياكل وينام وهدوم موجودة وكل حاجة موجود وبيدفع فلوس انا مش عايزة كده انا مش خدامة انا تعبت وازهقت من العيشة دي ازهقت من قلة مشاعرك ازهقت من حياتك ازهقت من كل حاجة اقولك على اسلام حال احنا لازم ننتهي العلاقة دي هايو طلقن انصدم من كلامها وما بقاش مصدق ان هي بتطلب الطلاق بالسهولة دي وقال لها انت بتقولي يا ريتاج انت بتطلب الطلاق بالسهولة كده عايزة تطلق يا ريتاج بسهولة كده قديستي تقوليها ايه وبقولها بسهول لان تعبت تعبت في علاقة عمالة انا اللي ادي فيها كل حاجة ادي مشاعر ودي اهتبام ودي حب ودي حني وما بخدش منها غير الجفاف وقلة الاهتبام وقلة المشاع وقلة الحب تقدر تقولي انت بتفتكر انا بخرج امتا وباجي امتا تقدر تقولي انا اصلا في حياتك ايه انا في حياتك ولا حاجة ولا حاجة ايوة ولا حاجة امرك ما حبيتني ولا هتميت بي حتى لما جيت اطلب منك ان احنا نروح الفرح كل اللي شغلك في التفكير انا جبت فلوس منين وبصرف مني ما فكرتش ان امراتك عايزة تخرج معاك ما فكرتش ان امراتك رايحة فرح في قصة صحابها وعزة صديقة ليها ازاي تمشي بطولة ازاي تروح مع اهلها كل اللي فكرت فيه هي جبت فلوس مني ويتصرف من فلوس اهلها ليه وانا حارم منها فلوس انا مش عايزة فلوس انا عايزة راجل يحبين علشان كده انا لازم انهي العلاقة دي فاهم حنهيها ايجا يتكلف بس رتاج مستمحت له ان هو يتكلف وزاقته دخلت وضطها وقفلت على نفسها اما هو قعد وسند على باب القوضة وكان عمال يعيط كأنه طفل صغير خسر عيلته وقال لها انا عارف انه مقصر معي وعارف يا رتاج اني مش مديهي كل المشاعر اللي انت عايزاها بس يا رتاج انا تعبان قوي قوي يا رتاج تعرفي يعني ايه طفل يخسر عيلته ويعيش مع عمته وتربيه وتحبه واول ما يتعلق بيه هتموه يكون لسه بادئ يعتمد على نفسه وبعدها يخسر اعز صديق ليه بقيت اخاف اخسر اللي بحبوه انت اكتر الناس اللي بحبوهم يا رتاج بتعامل بتعامل معاك بجفاف لاني عنده عودة وخوف خوف خوف لا تموتي وستبيني خوف لاني تفرق وزاعتها اتوجع تاني بس انا بحبك بحبك من وانت عيلة صغيرة لما كنت بتيجي عن دخلتك لانها جارتنا كنت بفضل رأبك من بعيد بحبك قوي رتاج ردت عليه رتاج وقالت له لو بتحبيني مش هتخاف من بعد بالعكس هتقرب مني علشان لو باعدت في يوم تكون خلاص شبعت مني بس انت لأ عاوز تبعد مش هان عليك في مرة تقول لي بحبك مش هان تقول لي في يوم حكي المحلو بعمل كل حاجة علشان استنى منك حاجة بس انت لأ ما بتعملش انت مش خايف انت جبان ايوة انت جبان جبان وغبي علشان عايز تخصر كل اللي بتحبهم بسبب قوفك بدل ما تواجه قوفك وتواجه حياتك وتقول لا انا لازم اكمل واكمل في اللي بديته بس انت لأ ما بتعملش كده انا خلاص تعبت ومن بكرة الصبح حروح على بيت اهلي ايوة حروح هناك لحد ما تتجوز دادا وبعدها هطلب الطلاق وانت هتطلقني لان حياتنا مع بعض مش هتستمرك معاك حق انا جبان جبان لاني سمحت القوف يسيطر علي سمحت القوف انه يضيع مني اكتر انسانة حبيتها في القوف بس اوعدك اوعدك ان انت هتكون امراضي واني هحاول اعمل اي حاجة علشان ترضيك اوعدك اني مش هسمح لدموعك تنزل مرة تاني بس انسي موضوع الطلاق ده انسيه اردت عليها تمام بدموعه قالت للأسف مش هاضع لان انا تعبت تعبت ان انا بدي في انسان وهو مش عاوز يديني اي حاجة انت لو حاولت تبدأ هتبقى بتبدأ بداية خطأ علشان تبدأ لازم ننهي علاقتنا لاننا وانت ما عدناش لبعض لازم ننهيها وبعدها ابدأ من جديد مع اي حد تاني فضلي عيط هو مقهور هو كان فاكر انه لما يبعد هي مش هتبعد عنه كان فاكر ان البعد هيبقى قهوى لما تيجي تبعد بس هو موجوع دلوقتي قاعد يعيط ويبكي وباله بالنفس وبسط وقتي بدأ يقول مش هستسن يا رتاج ايوة مش هستسن هعمل كل حاجة علشان تبينلك ان انا بحبك ايوة بحبك ومش مستعد ان اخسرك نهائي مهما كانت تمه هو عد اليوم هو كانت رتاج حزين قتل جدا وبرده كان يوسف حزين جدا لانه مضايقها وصحي تاني يوم وهو مجاهز نفسه علشان يعمل لها كل حاجة يا نفسها فيه محسة رتاج بخط في المطة دخلت لقيته واقف سألته باستغراب وقالت له بتعمل ايه على الصبح كده في المطة وقالت طبق ده اتكلم بطريقة كان اول مرة اتكلم بيها ويستغرباته جدا لما قال بجهز فطار ليه يا انا وحبيبتي لان يا حبيبتي سابتني مبارح من غير اكل نهائي ودخلت تنامي وانا الصبح قلت زمانها تعبانة اقوم اجهز فطار ليه يا انا وهي علشان نفطر سوا ونقعد نتكلم مع بعض شوية لا والله وده من امتى الكلام ده ان شاء الله هل ده انت بتصحى الصبح لقيت فطار ما لقيتش بتفطر وتمشي جاري حتى كلمة صباح القيب ما بتقولهاش من امتى بقى بتجهز فطار وبتهتم بالفطار واقعد مع حبيبتي من امتى الكلام ده اول مرة اسمعه من النهار ده وعيده وقل ليهو انه هعمل كده علشان اقرب منه وانا مسمحش الخوف يسيطر علي ويبعدني عنه انا خوف الاكبر ان انت تبعدي عنه مستحيل مستحيل اسمح لضيحك انت حبيبتي ومراتي واتفضلي حبيبتي ومراتي مهما كان التامه يلا بقى تعالي سعدين علشان ننهض ناكل مع بعض ونتكله قبل ما روح الشوخ وفعلا فطر وغيره دمه وقعدوا مع بعض فضلوا قاعدين كتير اوي ساكتين لحد ما هو كسر الصمت ده وبدأ يتكلم ويقول عيزة لما انت شايفاني مؤثر في حقك اوي كده ليه مش اتكلمت ليه سمحت يكون بنا الحاجز ده كله ليه مش في الوقتين لا والله حاجة شحة حاجة اقولك تعالي معايا تعالي معايا ازور صاحبتي علشان تحبانك وجوزها في البيت وقعد معا امانا شوفها طب تعالي معايا صحابي عاملين عين ميلاد لوحدة صاحبتنا وكل واحدة جايبة خطيبها واللي جايبة جوزها وعيالها تعالي معايا حاجة شحةك انت المفروض كنت تحس بي انت مش مهتم بي اصلي لدرجة ان انا لما خرجت جبت الحاجة وقلت لك انت مش مدرك انا خرجت ولا جيت امت اي انت ركني ركني كاني فاضة او كرسي بيكمل البيت وبساعدك او بتجهزك حاجة انت فاكر ان هو ده الجواز انك تشتغل وتيجي تحط فلوس في البيت طب ما انا في بيت اهلك واتباخد فلوس من بابا الجواز مش كده نهائي زي ما انت مفق على فكرة انا واخد بالي منك ومن كل تصرفاتك وبتروحي فين وبتيجي مني واخد بالي حتى من الهدوم اللي بتجيبها له وبتحطيها في الدولاب وفكرك ان انا مش عالي واخد بالي انك عملت رجيم خمس صهور علشان تخصي كم كيلو زيادة حساوا مني زيادة خدت بالي من قصتك الجديدة وتقصيص شعرك وسبغتك لللون الاصفر الخفيف ده اللي في الشعر مخت انا واخد بالي من كل حاجة فيك بس انا مش بعرف عبر مش قادر عبر خايف عبر جبان عبر حاجات كتير جواي بس اوعدك انها هصلحها انصدمت من كلامه ما بقش بصدقه للدرجات دي هو عارف كل حاجة عنها طب ليه مخبي ليه مش عاوز يقول مشاعر ليه ما بقولها الصريحة ليها ليه مش بحسستها ان هي سيته من حقها تسمع من جزها كلمة حلوة ما بقيتش فهمها ولا فهمة نفسها هي ما تقدرش تقول ان هي كرهته بالعكس هي بتحبه وبتموت فيه بس هو ليه بيقتل الحب ده وقالت له شايف ده كل وشايف ازاي انا بحاول الفت نظرك لو جزء بسيط وساكت يا ريتك يا اخي ما كنت شايف ولا كنت تسامع اي حاجة على اقل لو كنت كنت فاكراك معنا بس شايف وشايف ازاي انا بتلحلح وبقول لي بحبك وانت تبين لو ما بتحسش بيه يا ريتك يا اخي ما كنت شاف ولا حسيني بجد كان اقل بقول لك اي يا يوسف انا قررت ان انا هروح بيت اه اقضي الفترة بتاعت فرح صاحبتي هناك علشان اساعدها لان البيت في الباب ولمن منت تقرر ان تناوى على ايه عاوز تخليني زوجتك وسرك وحبيبتك وتتباها بيه وتحسسني ان انا معايا راجل كان با مش عايز يبقى ورقة تتوصن وثبت ومشيت اما هو كان قاعد حزين ومأهور انه هو بيخسر حبيبته اللي بحبه بس بقاسل في رجالة كتير قوي كده بحبه الوحدة بس ما بيقدرهش يعبره او يبينه ودي حاجة فيهم بتبقى في كل راجل كان قاعد حزين ومهموم وقال مش حسيبك يا ريتاج مش حسيبك تضيع مني مهما كان التامن اما في البيت عند اهل ريتاج ريتاج ايجت من البيت جزها دخلت على قضيتها وقعدت تعيط فيها هو في البيت ووصل ابوها من الشغل استقبلته ام ريتاج فهي جميلة زي بنتها جدا ووافت قدامه وقالت له بقولك ايه يا عشرة ريتاج ايجت من بيت جزها دخلت على قضيتها وحبسة نفسها وبتعيط انت عارف ان انا ما بعرفش افهم منها اي حاجة وانت اللي بتفهم منها وبتعرف تهد الامور ايه دخل يا اشرف بالله عليك شوف ايه وطمينة عصانها القلبي واكن عليها قوي تمام ماشي يا قلبي انا هدخل اشوفها بس بقولك ايه جاهزين للغضاء اصل واقع من الجوة وعمل حساب ريتاج هتتغدى هي كمان يلا يا قلبي وهنا فعلا دخل القب وقعد مع بنته وقال لها خير يا ستة ريتاج ممكن تقولي لي في ايه ماما بتقول انت جيت وحبسة نفسك في القودة حتى ما روحتيش عند ندى مع انت جاية المفروض انك هتيجي هنا الاسبوع ده علشان ندى ممكن تفاهميني في ايه والواجد اسمه يوسف مزعالك في ايه قولي لي وانا اروح له البيت اقصر عظم بدأ ترتاش تحكي لباباها كل حاجة وازاي جوزها مقصر في المشاعر يميتها وازاي بيستخسر فيها الكلمة تات بتحكي وهي بتحاول تتماسك قدام والدها بعد ما خلصت قالت له ليه يا بابا ليه الراجل صعب يحكي لمراته عن مشاعر ليه صعب يقول لها ان انا بحبت ليه صعب يشترى خطيرها انا تعبانة قوي يا بابا منه ومن تصرفه ومتدايقة جدا الاب كان عائل جدا واتكلم بكل حكمة مع بنته وقال لها لمعنى كلامك انه بحبت وانه مش عايز يخصار بس هو مش بيعترف صح بص يا رتاجي يا حبيبتي الست غير الراجل الست لما بتحب بتعترف بكل بساطة مش لان الست ما عندهاش قرامة والست لأ الست فيها حالة ندرة لما بيتعلق الحاجة بالحب بتلغي عقلها وبتفكر بقلبها اما الراجل مهما حبه ومهما عاشق بيفضل العقل هو اللي شغال قبل القلب جوزك خايف خايف لما يعترف بالحب ويبين الحب ويتمسك بيك تروح اهله ماتوا وهو كان بحبهم جدا وبعدين عمته وبعدين صديق عمره فده مخوفه فانت يا حبيبتي المفروض تسعديه والطلعيه من ازمة الخوف اللي هو فيها في راجل صعب انه يعترف للمرأ اللي معاه انه بحبها حتى لو بموت معاه انه بحبها جدا وخايف يخسرها بس في حاجة جواه مش ينخليها قادر يعترف الراجل من زي الستة يا حبيبتي يا بابا بس انا تعبت من الجفة بتاعه يا بابا انا اول مبارح اعرفت ان حامل خايف اقوله ما شفش الفرحة في عينيه خايف اقوله ما حسش بالاهتمام بتاعه خايف اكسر فرحتي يا بابا انا كنت بشوفها لما ماما بتتعب ازاي بتهتم بيها ازاي بتحتويها ازاي هي عندك اهم من الشغل ومن كل حاجة انا خايفة يا بابا خايفة اول خايفة يا بابا وتعبت من الجفاة عايزة ابن حياة كون كلها سعادة خايفة ابني او بنته اللي جايين ياخد طبع ابوه وكون حياتهم برد ما يعرفوش يحبه ولا يعترفوا بحبه خايفة يا بابا لاقي نفس عايشة بين اولاد بردين في مشاعرهم وزوج بارد في مشاعر ولاقي ان الحياة اللي كنت بتمنها اللي زي حياتك وحياة اي ناس طبيعية راح اول حاجة مبروك يا قلبي بابا عالخبر الجميل ده تاني حاجة بقى صدقيني يا قلبي بوكي هي ان هو بذات نفسه هي انه لو مجيش الفرح واتعامل معاك بكل حب واحترام لان بعد اللي انت قلتي ده انا متوقع انه هيجي الفرح اول واحد وانه لو مش ايجي وتعامل معاك بالطريقة دي صدقيني انا اللي هلغي كل الحوار اصلي ماشي يا بابا خلاص اتفقنا وعدت الايام وايجي يوم الفرح وفي القاعة والعريس والعروسة بيرقصه طلب واحد ان كل اصحاب العروسة والعريس يطلعوا يشاركوهم في الرأس كانت من ضمنهم وقفة رتاق لقيت اللي بيسحبها من ايديها جزها وبيرقص معاها وبصت لي يوسف ويا مش مصدقة انه ايجي وقالت له انت جيت يا يوسف انا مش مصدقة ان انت جيت انت جيت الفرح وكمان ويف وبطرقص معايا هايوة قال بيوسف جي اصل انت وحشتيني اوي وكل ما كلمك في التليفون ما بتردش علي هو كل ما يجي عندكم البيت عند اهلك تكوني مع الاستاذة نادة اللي طلعتلي في البخط ده ما خلصتش منها ايام الفرح ولا هخلص منها حتى بعد ما اتجوزتي نادة صديقتي قيل لازم اساعدها ساهم هي ساعدتني كتير اوي في تجهيزات فرحك ولا انت انسيه دي كانت بتستحمل منك كل حاجة علشان بس استعيدني ما هي اللي كانت رخ كل ما كنت حاول اقعد معاك او اتكلم معاك قالقها مطلنا في الكلام والله العظيم لو بعد ما اتجوزي باش بطلت الرخامة بتاعتها دي لحيكون لي تصرف مع جزء حضرابه انا بقولك اهو بقولك ايه الفرح هي اخلص بدري بدري وتيجي معاي لان اخدت اجازة اسبوع هنروح فيها انا وانت انقضي يومين حلوين في اي مكان بعيد العالم كل للاسف مش هينفع يا قلبي لاني حامل واتعبت النهر ده شوية والدكتوري قالت للروح علشان كده قعدة طول الفرح لحد ما انت جيت واخدتني ارقص معاك واتعبانا وكشفتي ومش تقوليلي ايه يا رتاك انت خلاص قررت ان انت تطلعيني برا حياتك رتاك انا عارف ان غلط وعارف ان عملت حاجات كتير اوي غلط معاك بس مش ده درجة انك تطلعيني برا حياتك وانك مش تقوليلي على حاجة مهمة زي دي يا رتاك انا بحبك اوي انت وابننا عايز اقوم معاك اسره سعيد انا كنت مستنى الخبر ده من زمان بالله عليك يا رتاك ما اطلعينيش من حياتك كده انا من غير كمون انا بحبك اوي انا جاي النهاردة وعايز ارجعك واخدك اي مكان ولما عرفت ببيبي دلوقتي عايز افضل معاك وافق يا رتاك وهنا رتاك لأول مرة تخاف علي بجد من رعشته في الكلام وكمان رعشة ايديه وانه خايف انه هو يخسرها وقالت له بحب ايه ده يا قلبي انا والله يا حبيبي مرضش اكلمك وقولك نستنيك تاخد قرارك خايفة بان انا اقولك ان انا حامل اضغط عليك علشان كده ما تكلمتش بس ما انك جيت وقررت خلاص انك هتبدأ معايا وهنبدأ صفحة بديدة مع بعض خلاص يا حبيبي انا معاك ما تخافش من اي حاجة انا هروح حتى معايا لو عايزنا نروح دلوقتي يلا هو عدت الايام وعدة ثلاث شهور كانت حامل في الشهر التالي وكان هو قاعد معايا وفرحان جدا وكانت الصفحة بادري بيسترح شعرها هرم منها وقاعد قدامها على التسريح وهو بقول لها بحب اعمل فيك ايه وليل كل يوم بتحلو عن اليوم اللي قبله كل يوم بتخطفي قلبي وعناي وروحي اعمل ايه انا كل شوية بتأخر على الشغل بسببك مش عايزة سيبي يا سلام يا انا انا هفضل حلوة طول العمر في عينك كده وعمرك ما هشوفني وحشة ابدا اصلي صديقتي اسمها صه ما انت عارفة هي وجوزها اسمه علي مسكن في بعض علشان لما تخنت بسبب الحم بدأ يعيرها بزمالاته ويقول لها انت عشان تخيلنا بقيت شبه الفيل ما هيكل واحدة حاملة هوم الشبه وزعلت جدا واخدت بعضها وراحت عند بيت اهلاها ودلوقتي بتقول انا ممكن اتطلق منه لانه كل شوية يعايرني بجسمي وبالذات يعني ان ده حاجة غصب عنه وانه هو مش متحميني يا ترى بقى لما اتخل هتفضل كل يوم الصفح تيجي كده تقعد معايا وتتأخر على الشغل بسبب ان انت تقعد تقولي الكلام الحلو ده ولا خلاو هتكون راحت علي وما عادش يتقلي كلام حلو وهتقل انت تخنتي وانت زايدة وانت مش عاملة ليه زي زمائلي والكلام اللي يوجع ده هاي اقول وهنا اتكلم بجدية وقال لها ده راجل طفل وعينه زيخ اللي يجرح مراته بالطريقة دي ويهنها ويمثلها بحد غيره ده المفروض يشيلها فوق دماغه كل يوم ويعمل لها كل اللي هي عايزها عارفة ليه لان بسبب تعبها تضحيتها علشان تكون ام وجسمها اللي يتبهت بسبب ده كله وهو بيسمع اجمل كلمة في الكول وهي كلمة بابا وبعدين يا سيتي انا عايزك تتخاني اصد بصراحة كده لما عملت رجيم وخصيتي الخمسة كيلو فاكريهم انا مرضي الشعات ولا اقولك خصيتي ليه بس بصراحة كنت بتدايق مني وقلت اسيبك براحتي بس دلوقتي لو تخنتيهم تاني وتخنتي خمسة فوقهم والله ما هسمحلك انك تعمل الرجيم لان بصراحة كده بتبقى احلى وبتبقى قدوم فرحت جدا من تصريح جزها ليها بان هي حلوة في كل حالاتها فاي زوجة في الكون بتحب تسمع من زوجها كلام من ده لانها بحسسها بانستها وبحبها وبحترمها ويقد فرحونة جدا وقالت لهم ونخشى طب يلا قو اتفضل بقى اروح على شغل علشان المدير مش يعاقبك تاني ويخليك لاخر الليل وتيجي تقول لي ده كله بسبب اتفضل طب اهامل ايه ليك ما انت اللي كل يوم بتحلوي وبتجنينين اكتر يعني بالليل باجي من الشغل بتكوني وحشاني قوي افضل صهران معاك واقول حبا وادخل اناك هلاقي الوقت بياخدني وانا صهران مع حبيبتي اجمل صهر وبالنهار بصحى لقيك قاعدة كده بالزباط في نفسي انسى كل حاجة وانصى فطاري وانصى كل حاجة وعايز اعد اتكلم معاك وتهبط اخر ولا بنجهز فطار ولا اي حاجة واروح على شغل هلاقي المدير مباوس ويقول لي عليك شغل كذا زياد عاوز اقول له الرحمة مش يبقى في البيت مدبوح علشان مراتي حبيبتي بتوحشني من ساعة مطلع من باب البيت وهنا لقي شغل وهم بحبك قوي قال الكلام ده وقام بس دمخ وقام يلبس اما هي كانت قاعدة سعيدة وقالت الحمد لله يا رب الحمد لله انك خليتنا استحمل لو ما كنتش خليتنا استحمل كموم كان اتطل وابعد عنه وعن حبه لي انا بحبه قوي وبحبك انت اكتر يا رب لانك قربت جوز لي عدت الايام وعدت السنين وعد عشرين سنة بس ما كانش فيه متغير يوسف اي حاجة في ملامحه كان اللي يشوفه يقول لسه صغير سبب الحب ايو الحب بصغر وكان قاعد قدامه ابن شاب بيحكي له كل حكايته الشاب واللي اسمه اميل بعد ما ابوه حكي كل حاجة قال له يا يا بابا ده انت واما حكايتك صعبة جدا وانت اصعب يعني معقولك انت بتحبها على الحب ده كله وما استرحت لها معقول يا بابا ايوة بالظبط زيك امير كده لما انت بتحب زميلتك ولي جارتنا وقلت لولدتك تروح تتقدم لها خطوب الصلانون علشان مش عندك الشجاعة ان انت تروح تقول لها بحبي وبدأ مش عندك الشجاعة دلوقتي مش هيبقى عندك الشجاعة بعدين انك تقول لها انا ايه اللي خلانا احكي لك حكايتي انا ووالدتك انا جاي يقولك الحكاية دي علشان اقولك ان الراجل البخيل هو اللي بيبخل على امراته وعلى اهل بيته بالكلمة الحلوة اللي بيبخل يحسسهم بحبه مش اللي يصرف الراجل مش ملزوم في بيته علشان يصرف على ولاده ويدفع فلوس الراجل لازم يحتوي اهل بيته ما يحسسهمش بالنقص الست كائن رائي بيكون محتاج الكلمة الحلوة بيكون محتاج القرب بيكون محتاج ان تحس بانستها ولو جزءها اللي ربنا حلله لها مش يديها المشاعة دي مين هيديها لها ساعتها ممكن يكون عندها حرمان عاطفي ممكن للأسف الشيطان يلعب بيها وشطيين الارض كتير قوي وللأسف البرامج والفيس والكلام ده ما خلاش حاجة الواحدة للأسف ممكن تضعف الست بتضعف قدام الكلمة الحلوة وبالذات لو جزءها حرمها منها علشان كده مش عايزك تعمل زيه تحرم أهل بيتك من الكلمة الحلوة ولا تحرم مراتك انك تسمحها جملة حلوة ولا انك ترأكس في كل تفاصيلها وتقولها لها الست بتحب تسمع الراجل مننا بحب الفعل ويبين بأفعاك بس الست لأ بتحب الفعل والسمع يعني لو عملت كل حاجة تثبت ان انت بتحبها وللأسف ما قلت لهاش الكلمة دي هتحس انك مش بتحبها وانك ممكن بتعمل ده كله كتقدية واجه لازم تحسسها بالحب والأمان ودايما تحسسها ان هي مرغوبة فيها علشان قدام أي واحد يقول لها كلمة تبقى شابعانة منك ومن احتياجاتها فتقف للأسف الست لما بتضعف بتبقى ضعيفة لان الراجل اللي معها ضعفها عراها ما ادهاش كل اللي هي عايزاها علشان كده عايزك تكون راجل وتحمي أهل بيتك حتى لو ربنا قرمك ببنات لازم تبقى معاهم وتسمحهم الكلام الحلو علشان ما يحتاجهش من حد بر وللأسف تلاقي نفسك خسرت عجلة أمير كان ساكن وبيسمع والده بكل هدوء وتركيز وفعلا اتطعب بكلام والده وقال له معاك حق يا بابا لازم علشان أبدأ علاقة كون راجل وقدر قدل لإحتياجات اللي محتاجها أي علاقة لمراتي ولولادي علشان ما سبهمش للكلاب الصرعان اللي تنهش فيهم وانا مش واخد بالي ومتجاهل كل حاجة معاك حق في اللي انت بتقوله عارف يا ابني الست ما بتحتاش شهر الكلمة عارف لو بعد كل اليوم هي التعب اللي هي بتشوفه من ترويه وغسيل وولاد وجريه وده كل انت دخلت عليها وقلت لها سلام عليكم ازايك يا حبيبتي وحشان ولو إيجاك واشتكتلك قالت لك تعبان قلت لها عارف عارف أنا مأثر معاك ما عليش الشغل ورادت خطرها بكلمتين هتفرح قوي عارف لما تحط لك الأكل وحتى لو الأكل مش مصبوط وقلت لها تسلم ايديك يا حبيبتي تعبينك معنا هتكون طائرة من السعادة وتاني يوم هتعمل الأحزاء لأن الستة عايزة لكلمة صدقنا الكلمة الطيبة صدقة وأهل بيتك أولى من أي حد بصدقة أهل بيتك محتاجينها اوعى اوعى تأثر في حقه اوعى تخليها في يوم تنامز علينا وتقول ما تتفلق الصبح حراضية لما تكونز علينا حتى لو أنت مش خلطان راضية حتى لو حتيجي على نفسك أما عندي يوسف أول ما خلص كلام مع ابن ودخل الأوض اللي هي رتاج بتجري عليه وبتحضنه جميل جدا عضانها بحب وقال لها ممكن أعرف حبيبتي رتاج هالي بتجري علي بالحمس ده كله وبتحضن ليه مؤكيد الجاري والحمس ده كله وراء سبب أكيد يعني يا مش هتجري تحضنك كده من غير سبب ممكن أعرف بقى ايه هو السبب مع أني أنت كدهب وأنا على طول أول ما بتدخل من البيت بجري عليك وحضنك بس المرة دي فعلا أنت كلامك حق أنا بجري عليك وبحضنك لسبب وهو لأني سمعت كلامك كله مع يوسف وفرحتي جدا أنك اتكلمت معاه وقلت له عن كل حاجة حصل وأن أنت ما بقتي ونبهته أنه هو ما يقررش نفس الغلس وأنه هو يحافظ على بيته ويديه له كل الحب والاحتواء أنا مبسوطة قوي أن أنت عاوز ابننا يخرج كل مشاعر ومش يكتمها جواي ومبسوطة أن أنت اللي روحت ونصحت لأن أنا لو بهمك كلمت كان هيقول أن أنا ست وأن كلامي فارغ وأن الرجالة ما بتعملش كده بس مبسوطة أنك بيانت له يريد كله أب يفهم ابنه ويعرفه أن الزوجة مش خدامة الزوجة مش جاي شيء يكمل البيت ويجيب له أولاد الزوجة يعني شريكة يعني مص تاني يعني الحاجة الحلوة اللي في حياتك وللمفروض أنت كمان تخليها حبيبتك وكل حاجة ليك علشان كده أنا سعيدة أن الزوجي راجل بيفهم بيفهم في الأصول وفي العادات وكلم ابنه بصراحة علشان ابنه ما يوجعش حد مش يمكن لإني زوجتي إنسانة عظيمة ووجهتني من أول جوازنا بأخطائي ولو ما كانتش عملت كده كان زمانها تبعت طريق الشطان أو طلبت الطلاق ونهيت بس زوجتي احتملتني زوجتي فهمتني أخطائي زوجتي لما قلت لها أنا غلطان مع أن كانت وقفة على الطلاق وطلبة الطلاق وفت معايا وسعادتني يبقى المفروض أشكر زوجتي لأنها هي اللي عملت كل حاجة أنا ما عملتش حاجة زوجتي هي اللي عملت كل حاجة هي كانت السند لي العود علشان كده بحبك قوي بحبك لإنك أنت اللي خلتيني أشوف كل حاجة صح خلتيني أشوفي إزاي هضيعك وهضيع ابننا وهضيع كل اللي حوالي أنا بحبك قوي يا رتاج بحبك أكتر من نفسك ولو فضلت من هنا للسنة جاي أقول بحبك كلمة بحبك مش هتكفل الجامل اللي جواي يليكي أنا اللي بحبك قوي يا أغلى إنسان في الدنيا كلها يا حبيبي إنت لو ما كنتش عايز تتغير عمرك ما كنت هتتغير بس إنت اللي كنت عايز تتغير علشاني وعلشان علتنا علشان كده أنا محظوظة بي بحبك فقوا من ذكرياته على صوت بنته هي اللي نزلت وبتزعق ليهم هم اللي اتنين وبتقول لهم ما هو بابا إيجا هو يا ست مام ها هي إيجا وصهرين بدرة هو وقال لأنت مش كنت عايزاني أحضر معاكم زي كل مر ردت على بنتها علشان تراضيها وهي بتقول لها لا يا قلبي مام البابا لسه جاي وكنت هطلع صحي مصطح مصطح يا يوسف ضحك يوسف ها على براته اللي بتكذب وخايفة من بنتها وميل على ودنها وقال لها كدب قوي بس ما يونش علي يا كدبك قدامي البنت يلا علشان نتعاشها ونصها سوي ووعدك أن بكرة أنا اللي حنوهمها بنفسي علشان أصخر أنا وانت يا أمر لوحدنا يلا تعالي والحد هنا يا أحلم تابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا حبيب قلبي حب أقول لكم إن حلقتنا دي دارت مهم لكل روج كل راجل بيشوف بيته من بعيد كأنه مصدر الفلوس بس مفيش اهتمامه مفيش حب بقرد بيته لكلاب سعرهنا بره للأسأل انت لما ما ترعيش أهل بيتك في الحب وفي المشاعر هيدوروا عليها بره حتى انت كأب لازم تعود بنتك وابنك عن الحب علشان ما يلجأش لللي بره زوجتك محتاجة تسمع منك كلمة حب تحس ان انت مهتم بيها تحس ان انت بتحبها علشان ما يجيش واحد للأسف بيحصل كتير ويدحت عليها وللأسف بتكون ناس وصاعة شطات بنلوم فيها الستة وبنقول إنه حرام بس للأسف الستة المهمشة ممكن تعمل كده بتمنى لو انت حتى مش هتراعي أهل بيتك راعي بنتك اللي ممكن الكلاب السعرانة بتجر عليها وبتبقى في سنه مراهقة خطيف عود بنتك عن الحب وعنتك عن الحب وبيلهم إن انت كل حياتهم وإنه مستحيل تحب غيرهم وإنك هتفضل معاهم في الصح وفي الغلط وفي كل حاجة خلي بنتك ومراتك تكون انت بر أسرارهم ما يطلعوش يتكلموا مع حد ويفضفضوا مع حد بحجة إنه هم خايفين منك خليك انت القوي والسند والضهر وكل حاجة بتمنى من كل راجل يكون سند لعيلته علشان ما يتعرضوش للي بيحصل في الفترة دي بتمنى ان التصتكون أعجاباتكم وإذا عجباتكم لا تنسوني باللايك ولا اشراك في القناة وتفعيل زر الجرس صحة وعافية